الصيام المتقطع الصيام يساعدك في انزال الوزن وانزال الوزن بطريقة ذكية جدا عن طريق حرق الدهون في جسمك خصوصا اللي موجوده في البطن اللي موجوده في الارتاف واللي موجوده في تجاوية في الجسم الداخلية ماهو هذا بس ينزلك الضغط وقائي من السكر يخفضلك الكوليسترول يساعدك في تقليل الغزات والانتفاقات اللي عندك يساعد في تحسين مسؤالة الطاقة والمزاج عندك كله عن طريق الصيام المتقطع الصيام المتقطع له عدة طرق افضل طريقة للصيام المتقطع وهي صيامك لفترة 16 ساعة وافطارك 8 ساعات اثناء صيامك 16 ساعة تقدر تشرب الماء تقدر تشرب القهوة تقدر تشرب الشاهي من غير سكر وافطارك في 8 ساعات تحتاج يكونون وجبتين اساسيتين صحيتين بعيدة عن الوجبات الدهنية عن الحلويات والوجبات السريعة وتكون محسوبة السعرات الحرارية فيها تقدر تصوم من يوم الى ثلاثة ايام في الاسبوع او تصوم يوم وتفطر يوم الدراسات العلمية والبحوث من عام 2012 على الصيام المتقطع ولكن اتت الشريعة الاسلامية قبل الدراسات والبحوث العلمية من احاديث المصطفى الله من صلى وسلم عليه قول النبي العبدالله من عمره صم من الشهر ثلاثة ايام فذلك صيام الدهر اي بالحسنتي عشرة امثالها او احب الصيام الى الله عز وجل صيام داود داود كان يصوم يوم ويفطر يوم فبصيامك عبادة لله تنال الاجر هذا الشيء الاول وفي صيامك لاجل ذاتك وصحتك بتنال الاجر باذن الله وهم عاملين هو مدة تطبيقك للصيام المتقطع وتخفيفك للسعرات الحلالية وراح تلاحظ النتاج مشاهدة بالله السلام عليكم